بتدور على برنامج تصوير وتسجيل ألعابك للكمبيوتر وللأجهزة الضعيفة انت اليوم في المكان الصحيح السلام عليكم شباب ويحالكم وان شاء الله دائما تكونوا اللي في خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع أسطوري صنطوري جديد مقطع اليوم يا جماعة الخير عن أفضل برنامج لتصوير الألعاب وشاشة الكمبيوتر للأجهزة الضعيفة كما طلبتم مني قلتوا لي يا أحمد اشرح لنا برنامج لتصوير الألعاب بدنا نصوير ألعابنا سواء بدك ترفعها على اليوتيوب بيسبوك أي مكان وأي منصة البرنامج هذا اللي رح نشرح اليوم ممتاز جدا وكتير كويس في الشغلة هاي قبل ما نبدأ جماعة الخير لا تنسوا تشتركوا فقنا فعلوا زر الجرس عشان أكبر نسبة مشاهدين عندي في القناة مش مشتركين تخيلوا يا شباب أكتر من 90% من الناس يبيشاهدون قناتي مش مشتركين اشترك فعل زر الجرس انزل تحت حط لنا كوميت ولا تنسى تخلينا لايك لهذا المقطع هذا البرنامج جماعة الخير سريع يعني خفيف على كل الأجهزة برنامج جدا ممتاز لاتس جماعة الخير هذا المقال رح تقوف أسفل الفيديو في الوصف ننزل تحت هون في بعض المعلومات عن البرنامج هون تحت نروح نحمل البرنامج من هذا المكان نضغط هون اضغط هنا رح ياخدك للصفحة الرسمية للبرنامج برنامج ايتوب سكرين ريكوردر فري برنامج جدا ممتاز ومجاني حجمه 60 ميجا بايت تضغط على فري دونود رح يبدأ تحميل البرنامج برنامج جدا صغير يا شباب زي ما قلت لكم ما بياخد من موارد الجهاز ما بيطلب موارد جهاز كبيرة نيجي هون نضغط على اوبن بعد ما نحمل البرنامج عشان يبدأ تثبيت البرنامج معنا نيجي هون نحط يس تظهر الايقونة هاي نضغط نكس بهذا الشكل اكسبت نكس تختار مكان تثبيت البرنامج وبعدها تضغط نكس هون يقول لك لو بدك تنشئ الايقونة على سطح المكتب للبرنامج وكمان في التاسك بار رح نخليها يلا نكس وعشان يبدأ تثبيت البرنامج معنا تثبيت جدا سهل وبسيط وبسرعة كبيرة بيتم عما يخلص يظهر بها الشكل لانش ايتوب سكرين ريكوردر يقول لك لو بدك تشغل البرنامج نحنا رح نضغط فنش وعشان يبدأ معنا تشغيل البرنامج مباشرة ياخدك لصفحة الموقع الرسمية احنا ما عاد بعدنا غرض بها هون زي ما بتشوفون فول سكرين يوريك خيارات البرنامج زي ما بتشوفون هون اتعلمت معي جماعة الخير دقيقة يا اخوان اوكي جماعة الخير بس غيرت صورة الخلفية خلفية الديت نوت عشان بس تكون الامور واضحة معنا زي ما بتشوفون هون هذا الشريط يا اخوان عشان بيعلملك على المكان اللي بدك انت تصوره لو بدك مثلا تغير هذا الاطار هون زي ما بتشوفون هون 1680 على 1050 بيجيب لك الريزوليشن الخاصة بشاشتك نيجي هون على فول سكرين تضغط عليها بهذا الشكل نيجي مثلا نحط سيلكت ريجيون ولا سيلكت ويندو نحط سيلكت ريجيون هون رح تعمل سيلكت مثلا لو بدك تصور اي مكان ما بدك تصور الشاشة كاملة مثلا بدي يصور بس هذا الجزء تيجي بس لاي مكان تيجي تعشر عليه بهذا الشكل ضغطة مطولة ورح يبدأ تصوير بس هذا المكان اللي رح يتم تصويره انا مثلا بدي اصور اربعة على ثلاثة نضغط عليها هون وزي ما بتشوفون هون رح يتم تصوير بهاي النافضة كمان تقدر تختار 16 على 6 على 9 طريقة جدا سهلة يا اخوان للتصوير نيجي هون نقفل زي ما بتشوفون هون نقفل ونيجي نرجع نخليها فول سكرين الهون سبيكر يعني السماعات مثلا بتبني تصوير صوت اي فيديو صوت لعبة اي لعبة مثلا تلعب اي لعبة لعبة بوب جي، جي تي اي لهين لعبة لعبة اي لعبة اصوات اللعبة اي لعبة اصوات اللعبةenced الرعبة رح يتم تسجيلها لو خليت هذا الخيار شغال بالنسبة للعبة هون خيار المايك احالية لم ي man об servيل全 man هون اليوم يتم تشغيل و تسجيل أصوات المايك اللي بيسجيلها المايك صوتك كمان لو فيه صوت حواليك رح يتم تسجيله كمان هنا الماوس الكورسر الخاص بالماوس يا جماعة الخير زي ما بتشوفوا اللي بيدك مثلا تصور الماوس بيدك تخفيه رح تخفيه على الضغط على الخيار هذا رح يتم إخفاءه off on رح يتم يعني إظهار الماوس لما بتصور الويب كام يعني الكاميرا لو عندك أي كاميرا ويب كام وبدك تصور وجهك وتصور فيس كام تضغط عليها بس ورح يتم تشغيلها هون no webcam detected ما عندي ويب كام أنا أصلا بسور بالموبايل مقاطعي دايما إن شاء الله نشتري ويب كام حبيبي والله اوكي يا اخوان مر على شريط هذا الثلاث شرطات هاي نأتي هون نضغط عليها ونروح على setting زي ما بتشوفون بدا الشكل general هون اللغة تقدر تحط أي لغة بيدك إياها هنا العربية موجودة رح نخليها احنا انجليش يا اخوان record هون save to هون يقول لك وين بدك تسجل وتنحفظ الفيديوهات اللي بتسجلها تختار أي مكان بالدكية تضغط got it هون مثلا بدي أنا الفيديوهات اللي بصورها تيجي على الديسكتوب كل ما أصور فيديو لما يخلص التصوير ألاقي الفيديو هون في الديسكتوب يا اخوان تضغط بس على اوكي هون وتختار الديسكتوب باقي الخيارات هاي هون enable hardware acceleration مثلا عندك كرت شاشة خارجي ولا داخلي بس يفضل أنك تعلم دايما على هذا الخيار عشان كرت الشاشة يشتغل على البرنامج ويعطيك يعني أفضلية وتحسينات أكتر record microphone when recording يتيم تسجيل حتى الصوت ما تغير فيها أي شيء هون على الماوس زي ما قلت لكم تقدر تعدل لون الماوس وخيارة الماوس خيارة هاي جدا بسيطة الويب كام كمان لو عندك كاميرا زي ما قلت لكم تعلم عليها هون ورح تظهر معك ويدهر وجهك هون حبيب والله الفورمات هذا الخيار من أهم الخيارات في البرنامج السايز هون الوريجينال هون يقول لك الجودة التصوير اللي بدك تصور بها ويطلع بها الفيديو لما تصوره مثلا انت بدك تخليه 4K Full HD 1920x1080 نسبة للأجهزة الضعيفة بدك تصور بسيط مقاطع بسيطة يفضل انك تخليها 1280x720 ولا بدك تستخرج فيديوهات على 480 كما تختار هون هذا الخيار بيرجع لك في النهاية 1080 ولا أي خيار الفورمات بيفضل دايما انك تخليها MP4 هي أصلا الصيغة المحببة بالنسبة ليوتيوب وكل منصات التواصل نيجي هون نختار أي صيغة بدنا إياها الجيف كمان أي صيغة بدك تستخرج بها الفيديو تختارها من هون الفريم ريت الفريمات والأف بي أس جهازك ضعيف بنصحك تخليها 30 فريم بيفضل بالنسبة للأجهزة الضعيفة بس بدك تصور مقاطع يعني بتتفرج عليها وانصحك تخليها 30 فريم وحتى لو جهازك ضعيف تخليها 30 فريم جهازك متوسط للأقل من المتوسط تقدر تخليها 60 يعني ولا الاربعين جهازك قوي 90 حبيب والله أي فريمات بدك تحطها حطها البيتريت هون جودة الفيديو البيتريت يا جماعة الخير كلما كان البيتريت عالي كانت جودة الفيديو مرتفعة وجودة الرسوميات عالية بالنسبة لهذا الخيار يفضل أنك تخليه أوتو ولا تقدر يعني تعلي على حسب انت جرب انت جرب حجم الفيديو رح يصير أكبر لما تعلي البيتريت فلازم تأخذ حذرك وتشوف يعني الحجم اللي أنت مناسب إلك عشان ترفعه على اليوتيوب الحجم كبير رح يصير صعب جدا أنك ترفعه على اليوتيوب فلازم ترعي هاي الشغلات وتخلي البيتريت لمناسب إلك البيتريت هاي ستاندر أوريجينال تقدر تخليها أوريجينال زي ما هي أصلا تم تسجيلها والله هاي أي كواليتي تقدر تختارها وتشوف أنها مناسبة إلك وتخليها الصوت هذا كمان خيار جدا مهم تقدر مثلا تخليها مبي تري هذا هو الخيار المفضل صراحة البيتريت كمان 128 كيلو بايت يعني هذا خيار جيد وكويس التشانلز تخليها ستيريو ولا مونو تخليها ستيريو الفريكوينسي 44100 هاي الخيارات هي اللي بس أسجل بها مقاطع على اليوتيوب فأشوفوا بس الصوت عندي كيف تقدرون كمان تحطون خيارات اللي بتناسبكم يا جماعة الخير السكرين شوت هون يعني لما بدك تاخد سكرين شوت ولقطة للشاشة أي صيغة الهوتكيز هي الاختصارات اختصارات مثلا stop و start recording بدك تبدأ تصوير F9 تضغط بس على زر F9 ورح يبدأ التصوير البوز لما بدك تبدأ pause ولا resume يعني توقف التصوير بعدها تكمل تقدر تضغط على F10 وتقدر تغيرها يعني تحط أي خيار بدك يا مثلا F11 يعني مثلا F6 أي خيار وأي زر بدك تختاره مناسب إليك اختاره شوف الأزرار اللي ما بتحتاجها في الألعاب عشان ما تصير عندك لخبطة وبعد ما تخلص تضغط بس على save بهذا الشكل ورح يتم تسجيل كل إعداداتك هون على Quick Launcher يا جماعة الخير لو بدك ترفع الفيديو مثلا على اليوتيوب زوم تويتش سبوتيفاي ESPN أي مكان بدك تحط عليه الفيديو تعمل record بالنسبة إليه تختاره من هون هون بعض الإرشادات يا جماعة الخير بتقدر تفيدك مثلا نقول لك هون بدون لايك على البي سي ايتوب سكين ريكوردر يوزر المانويل المانويل الخاص بالبرنامج الخيالات هيتقدر يعني اتشيك إحنا بس شرحنا أهم الإعدادات وهم يعني خصائص البرنامج زين ما قلت لكم تلغط بس على F9 وزين بتشوفون هون ثلاثة اثنين واحد بدأ التسجيل وبدأ تصوير الشاشة هون زين بتشوفون لما تخلص رح يظهر زين بتشوفون هون على سطح المكتب هذا هو الملف اللي بنحتاجه رح يظهر معانا على سطح المكتب نيجي هون مثلا رح أختار أضغط على F9 عشان يتم إيقاف التصوير زين بتشوفون هون نيجي نشيل هاي أوكي هذا هو الفيديو اللي صورناه حاليا تسجيل وبدأ تصوير الشاشة هون زين بتشوفون لما تخلص رح يظهر زين بتشوفون هون على سطح المكتب هذا هو الملف اللي بنحتاجه رح يظهر معانا على سطح المكتب زين بتشوفون يا إخوان هذا هو الفيديو لكن في هون ريكوردد وايد ايتوب سكرين ريكوردر هاي الشغلة سهلة جدا أنك تشيلها يا إخوان بأكتر من طريقة يا إخوان عشان تشيلون هاي العلامة لما في داعي أذكرها صراحة عشان ممنوع يعني أذكر الشغلات هاي على الفيديوهات بس تقدرون تفعلون البرنامج كده طريقة بسهولة يعني وتفعيل البرنامج سهل جدا يا شباب تقول بس جوجل وكتب حبيبي والله ورح تقدر تفعل البرنامج ليش بالضبط اخترت البرنامج هذا عشان في بعض البرنامج اللي تقدر تصور بها ألعاب وكمان ممكن نقول أنها خفيفة على هجهز زي برنامج فرابس أعتقد بس هذا البرنامج مميزته أفضل يا إخوان يا أفضل عشان هيك اخترت لكم هذا البرنامج البرنامج كمان بيتيح لك ميزة التعديل على الفيديو تقدر يعني تسوي ايدت للفيديو تقطع وتمنتج الفيديو هون يعني بدون ما بتحتاج تروح لأي مكان والأي برنامج ممتاج تقدر يعني تشغل الفيديو هون زي ما بتشوفون وتقدر تقص يعني الفيديو تقدر مثلا تحط فلترات هون زي ما بتشوفون أي فلتر بتكياه وتضغط اكسبورت رح يتم استخراج الفيديو تيجي هون مثلا تحط حبيبي والله هاي الشغلات هون أولي تقدر تضيف موسيقى كمان زي ما قلتلكم يعني تقدر تعدل على الفيديو زي ما بدك ما بدي أطول كتير في المقطع أتمنى يعجبكم والبرنامج ويعجبكم الشرح يجمع تلك الخير زي ما قلتلكم تقدرون تشيلون العلامة المائية بكده طريقة أتمنى يكون سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر